اشتركوا في القناة طبعا اليوم القمر موجود في الجوزاء في منزلة الهنعة وهي منزلة جيدة للمحبة والخير والقبول وبما انه القمر بالجوزاء في هاي الفترة منشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام لدورات دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي اما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم وهي من بعد الحلقة مباشرة اول زاوية رح تكون زاوية تربيع سلبية رح تكون بين عطارد ونبتون رح تكون في تمام الساعة ثلاثة واثنين واربعين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش بيكون لدينا صعوبة في معرفة مشاعر الاخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وممكن ينتج عن هذا سوء من التفاهم عدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجي عن ذلك وممكن ترتكب او نرتكب الاخطاء في احكامنا وهذا اشي ممكن يعرضك لخيبات امل اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة خمسة وحد عشر دقيقة صباحا بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسؤولية اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية اقتران ايجابية بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة خمسة وثمانية وثلاثين دقيقة مساءا وبرضو بتوقيت جرينيتش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء ومنتجه لتغريب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة ثنتين وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بيخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة الى الهدوء والتحلي بالصبر من اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكون محبط عاطفيا بتور ثورة عارمة من الغضب وبما انه القمر موجود في الجوزاء معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم 24.05 في تمام الساعة 11.09 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تقريبا منتصف الليل يعني 11.08 دقائق عند منتصف الليل لا ينتقل بعد هالقمر للسرطان اما بالنسبة لعمر القمر القمر الجديد عمره يوم في تمام الساعة 3 و 4 دقائق صباحا بصير عمره يومين نسبة الاضاءة 0% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 26 المزاج منتحس القمر في الجوزاء برضو حتى يوم 25 مزاجه منتحس عطارد في الجوزاء حتى يوم 28 المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 25 مزاجه منتحس المريخ في الحوت حتى يوم 28 مزاج سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1 سبعة وبعدين رح يرجع للجدي مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى يوم 23 ستة وبعدين بيبدأ في عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنشطوا في السفر والاتصالات فاوض بثقة وجراءة حاول الدفاع عن مواقفك وقضيتك لكن بدك تتجنب الكلام اللاذع ممكن ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال باكر لعملك ما تعرض نفسك للإرهاق بتتميز بالفاعلية والدينماكية وممكن تسمع جواب بيعجبك أهم شيء انك ما تبالغ بالتصرفاتك أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور بما انه القمر موجود في البيت الثالث فعمل زاوية تزديس مع برجك فأكيد الجو رح يكون إيجابي نفسيتك رح تكون أحسن مشحون بطاقة إيجابية عالية خلال هذا اليوم يعني حتى عندك كريزمة معينة بتلفت الانتباه للجنس الآخر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور تقريبا على المستوى المالي مش قوية كثير فعشان هيك نقدر نحكي روتينية ممكن تغلب عليك بعض المصاريف أو الدفعات المالية أو بعض الاهتمامات في أمور المال أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع الأمور على مستوى البيت ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط بتسبب لك نوع من أنواع الإرباك وهذا إشي طبعا سلبي فعشان هيك بنقول لك دير بالك أثناء تعاملك مع أحد أفراد العائلة ممكن تنزعج من تصرف معين أو من أحد أفراد العائلة أو يصير عندك التزامات أو إشي يشغلك أو أعطال أو أمور بيتية أو عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطف الأمور أحسن خلال هذا اليوم يعني هذا الإشي يدفع موليد الحمل للتقارب أو لعمل شيء جديد أو لأمور إلها علاقة بالمحبة أو التودد مع الحبيب أو ممكن أنت تفكر في تغيير معين خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور يعني شوي ممكن تراكم عليك بعض الأعمال وممكن تنشغل في ملفات أو في معاملات يعني شوي صعب تكون عليك خلال هذا اليوم وممكن تهتم في شؤون صحية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي الأمر روتيني تماما فعلى حسب طبيعتكم تتعاملوا مع الشركاء لهم كشركاء مال أو كازواج أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف كمان روتيني يعني ما في أي شيء سلبي أو إيجابي على حسب طبيعتكم برضو بتفكروا في الأمور المالية المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالقضايا أو بالسفر أو أوراق السفر أو الإقامات أو المراسلات كلها هاي أمور إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر برضو جيد على مستوى بيت السمعة وهذا بدعم العلاقة ما بينك وبين المجتمع حتى ما بين زملائك في العمل أو رؤسائك في العمل وممكن تنجزها بالتعاون معهم وبرضو وممكن تدافع عن سمعتك بشراسة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأمور تقريبا يعني جيدة يعني ممكن اليوم تتفقد أصدقاء معينين وممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين صديق معين أو تهتم بمسألة إلها علاقة بأحد المعارف أو صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور برضو ضاغطة فعشان هيك بتسبب لك نوع من أنواع الإرباك على مستوى بيت المتاعب فعشان هيك بنقول لك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم حاول أنك تهتم لصحتك بشكل كبير وواضح لغذائك ولراحتك برج الثور ابتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن تهتم لأوضاعك المالية ممكن تخذ تجربة مهمة تمتحن موقعك وخبراتك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي اتريث حتى تتوضح الأمور لا تبالغ بمصروفك احذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمر الروتيني على المستوى النفسي فأنت بتتعامل على حسب طبيعتك صحيح أنه في طاقة إيجابية بتدعمك بتعزز من موقفك ومن ثقتك بنفسك أكثر ممكن تتجاوز أي صعوبات خلال هذا اليوم عادي جدا بتشحن حالك بطاقة إيجابية بتمشي الأمور معك ممتازة وأنت عندك قدرة هذا الأشي أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث يعني تقريبا نحكي أنه في بعض العصبية موجودة عندك أو مشحون أنت بطاقة سلبية أو نوع من أنواع الضغط أو الحدية في الطباع فعشان هيك بدك تدير بالك على حالك حاول أنك ما تعصب ما تندفع ما تتهور وانتبه على حالك أثناء القيادة في الطرقات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور جيدة في نوع من أنواع التفاهم أو الترابط العائلي أو التأقلم أو الاندماج ما بينك وبين الأسرة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن تنشغل في بعض الأعطال أو بعض المهام المنزلية يعني الأمور تقريباً شوية بدها نوع من أنواع طولة الروح حاول أنك تعمل الأمور بشكل روتيني بيكون أفضل من أنك تخلق المشاكل على مستوى البيت أو تسمح لحد أنه يعكر مزاجك لخلق المشاكل أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف برضو على المستوى العاطفي الأمور متقلبة خصوصاً بساعات الظهر والعصر ممكن تحتد وتعصب أو تنشغل بأمر معين فحاول قدر الإمكان أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية بدون عصبية وبدون حدية أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور تقريباً يعني برضو روتينية ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يتراكم عندك بعض الأعمال لكثرتها وممكن تهتم بموضوع صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالية والعاطفية فأنا شايف برضو يعني فيه نوع من الإيجابية الخفيفة الموجودة وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشركاء إن كان بالمال أو بالعاطفة مثل الأزواج وممكن يصير فيه نوع من أنواع الإنسجام أو التفاهم على مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك الثامن يعني الأمور على المستوى الأموال المشتركة جيد فاليوم تقدر تطالب في بعض الأموال اللي إلك أو ممكن تحصل بعض الأموال أو يكون فيه فرصة لحل بعض الأمور المالية المعقدة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل أو القضايا اللي إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو الأمور القضائية أو حتى أمور إلها علاقة بالدراسة أو المراسلات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور جيدة فممكن برضو أنك أنت تتعامل على مستوى السمعة بقوة ممكن تدافع عن سمعتك ممكن تفرض رأيك اليوم ممكن مجتمعيا تصير يعني عندك حضوة معينة أو حضور معين ملفت للانتباه وفي منكو ممكن اليوم ينجز بعض الأعمال أو يصير عنده نوع من أنواع التعامل مع زميل في العمل أو رئيسه في العمل أما بالنسبة إلى بيت الأصدقاء فأنا شايف الأمور يعني شوي فيها نوع من أنواع الضغط أو الإرباك وهذا الإشي بسبب نوع من أنواع النفور من بعض الأصدقاء أو من صديق معين ممكن يتآمر عليك أو يحاول أن يدخل فيه شؤون حياتك أو ممكن يصير معاه موقف هذا الموقف يزعجك أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بالصحة أو بالأدوية أو بالراحة أو بقلق أو بتهتم بصحة أحد الأحبة برج الجوزاء أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم إنجاز الكثير منها بتكثر المشاريع وبتختلط الواجبات كون جدي وموضوعي في تنظيم أمورك حدد أهدافك وأولوياتك باستطاعتك استعادة الموقع أو موقعك وإنجاز الكثير أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي يعني شوي فيها بعض الإرباكات عندك قابلية للإصراف عالية جداً أو للمصاريف أو للمشتريات حاول أنك أنت تكبح زي ما بحكوها امسك حالك بلاش نحكيها باللغة العربية الفصحة امسك حالك وحاول أنك أنت ما تصرف في الأماكن اللي هي بإصراف بدون دراسة لأنه ما بتعرف الفترة الجاية إيش بترتب عليها مصاريف الزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فعلى مستوى التنقلات والنقاشات برضو في نوع من أنواع الحدية في طباعك اليوم عصبية ردات فعلك عصبية رغم أنه اليوم إيجابي ممكن تحقق كثير من تحركاتك أو إنجازاتك ممكن تناقش وتقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن ابعد عن العصبية في منك ورح يصير فيه تعامل ما بينه بين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت في ضغط كبير موجود واضح ممكن يعني حد من البيت يستفزك أو يدخل في شؤونك أو ترتبك لمسألة معينة حاول إنك تمسك حالك قدر الإمكان حاول ما تندفع ما تتهور إنجز الأعمال الضرورية والمهمة بدون ما تشربك حالك بأكثر من أمر وبدون ما تختلق المشاكل على مستوى البيت حتى لو حد استفزك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي برضو أنا شايف الأمور يعني شوي متقلبة بين روتيني وبين عصبي بين عاطفي بين ترغب لمصالحة بدك تحكي مع الحبيب بدك تطمن عليه هاي الأمور كلها ممكن تتقلب عندك خلال هذا النهار حاول إنك أنت تضبطها بشكل جيد وخلي علاقتك مع الحبيب ممتازة أما بالنسبة للبيت السادس فممكن اليوم يعني شوي تنضغط في بعض الأعمال في ساعات الظهر للعصر وبعدها بترجع الأمور روتينية فهاي الفترة إذا حاولت إنك تنجز بعض الأعمال الضرورية وما تخليها تتراكم الأمور بتكون ممتازة ولكن في ساعات المساء الأمور بتصير أحسن حاول إنك تراقب صحتك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور جيدة على مستوى بيت الشراك المالية والعاطفية وهذا بعمل نوع من أنواع التفاهم أو التقارب ما بينك وبين الشركاء شركاء المال أو شركاء العاطفة وممكن برضو يصير فيه تفاهم جيد جدا ما بينكو خلال هذا اليوم وممكن مصالحة معينة أو تراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن برضو جيد على مستوى الأموال المشتركة وهذا إشي برضو بدعم الأمور المالية وبفتح لك بعض المجالات الممتازة اللي ممكن أنك تسترد بعض الأموال اللي لا إلك أو أنك أنت ترتب بعض الأمور المالية اللي كانت معقدة بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة على برضو على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأشخاص بعاد عنك مراسلة أوراق قانونية معاملات أي أشياء من هذا القبيل بدك تهتم فيها بشكل جيد إلى أنه في فرصة ممتازة ممكن تحقق من خلالها كثير من الإيجابيات أما بالنسبة لبيت السمعة فأنا شايف أنه ضاغط عليك فعشان هيك منقول لك حاول أنك تحافظ على سمعتك ما تنجر ولا أي عمل مشبوه ما تحاول أنك تدخل في أي شيء مخالف للقوانين رتب الأمور بشكل جيد حاول أنك أنت تتواصل أو تنجز أعمالك بشكل قانوني بدون أي مغامرات بالنسبة للعمل حاول أنك ما تتأخر عن عملك وما تدخل بأي مشاحنات أو مشاكل ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فبيت الأصدقاء جيد فهذا بيعمل نوع من أنواع التناغم أو التقارب ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو مجموعة من الأصدقاء وممكن يكون فيه لقاء أو اجتماع أو اطمئنان أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي عشان هيك بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفيه منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بالصحة أو إلها علاقة بالتغذية برج السرطان بيناء للتعب منكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم بهاي الفترة لأن القمر موجود في بيت المتاعب فهو بضعف عليكم بيت المتاعب وبيضعف عليكم بيت الشخصية فعشان هيك بشير القمر دائما في هاي المرحلة لما بكون في هذا المكان لا الركود وتأخير في سير الأمور بدك تحاذر من التراجع الصحي والمعنوي استريح بعيد عن الأضواء ما تختلق أعذار ما تتهرب من المسئوليات أو من المهم أما بالنسبة للبيت الأول فزي ما حكينا أنه لما بضغط بيت المتاعب بضغط البيت الأول فبيخلي نفسيتك شوي متقلب خلال هذا اليوم وفي نوع من أنواع الحدية أو العصبية بتكون ظاهرة عليك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور على المستوى المالي برضو هي روتينية لغاية ساعات الصباح ولكن بعد ساعات الصباح بتكثر المصاريف أو المتطلبات المالية أو ممكن يظهر أمر حساس شوي فيتطلب منك التفكير المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور ضغطة عشان هيك منقول دير بالك أثناء التنقلات ومن العصبية أثناء النقاشات حاول تتعامل بود بطريقة امتصاص الغضب سيطر على انفعالاتك في اليوم برضو ممكن يصير فيه خلاف أو تعامل ما بينك وبين أخ أو جهر أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت الأمور تقريبا جيدة فيها نوع من أنواع الاستقرار إلا أنه ممكن يظهر بعض المشاكل المنزلية كترميمات ترتيبات أعطال أو سوء تفاهم بيتي بينك وبين أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي شايف الأمور شوي ضغطة كمان فعشان هيك عندك حساسية عالية أو عاطفة زيادة أو عاطفية زيادة عندك فممكن اليوم تحتد أو تشتاق لحبيب أو ممكن تتقلب عليك بعض المواجع العاطفية أما بالنسبة للبيت السادس فهو روتيني فعشان هيك بتنجزوا الأعمال بشكل اللي أنتم تعودين عليه صحيح أنه ممكن أنه يعني ما يكون فيه عندك نفس لإنجاز هاي الأعمال ولكن هي فترة ضغطة يعني هاي معروفة وكلها يومين وبنتقل القمر لعندك وبتتحسن الأمور بشكل جيد حاول تنتبه لصحتك أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكي فبيعمل تقارب ما بينك وبين الشريك شريك المال أو شريك العاطفة ممكن شوي يخفف عنك هاي الإيجابية وممكن تحل بعض المسائل وممكن تتراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور برضو فيها نوع من أنواع الإيجابية فممكن تحل بعض المسائل المالية المعقدة وممكن تحصل على دعم معين وممكن تسترد ما لا إلك أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأمور فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مشكلة مع شخص من خارج البلاد أو ممكن يجيك خبر من بعيد شوي يزعجك حاول أنك أنت تسيطر على انفعالاتك أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فهو جيد بيدعمك أنك تقدر تدافع عن سمعتك بشكل قوي جدا وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميل في العمل أو شريك أو أحد الأشخاص من المعارف يعاونك في مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فالأمور تقريبا يعني اليوم جيد شوي مش كثير فهي بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين صديق أو معرفة وممكن يساعدوك في حل مشكلة معينة أو ممكن أن يصير فيه نوع من أنواع التفاهم أو اللقاء ما بينكم أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج الأسد بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا الأصدقاء هاي فترة مناسبة لطلب الاستشارة أو تعييد أحدهم أهم إش أنك ما تبقى وحيد شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك ممكن تتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وتشارك بفعالية فعالية معينة طبعاً ممكن عزومة دعوة اجتماع شغلة مثل هيك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور على المستوى النفسي تقريباً فيها نوع من أنواع الضغط هيك ولكن هي إيجابية بإجمالاً ممكن أنت تتجاوز أي صعوبات خلال هذا اليوم وممكن ما تسمح لأي حد أنه يعكر مزاجك أو صفوة خلال هذا اليوم وبالعكس أنت منطلق بحيوية عالية جداً أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي في أمور ضغطة أو مشاكل معينة هيك بتطلب منك الاهتمام المالي أو مصاريف زيادة يعني ممكن تظهر على الساحة أما بالنسبة للبيت الثالث فبدي أحذرك من تنقلاتك ومن اتصالاتك ما في داعي للمغامرة ولا للإندفاع ولا للتهور بالفترة هاي بدك تمسك عصابك قدر الإمكان وتركز بشكل جيد يعني بدك تكون هيك شوية حذر من التصرفات العصبية أثناء تنقلاتك بدك تنتبه أثناء القيادة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور على مستوى العائلة تقريبا الأمور جيدة فهذا بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو ممكن يكون لك وجود أو مكاني معينة أو تكون أنت عنصر فعال في مصالحة معينة أو تقارب في وجهة النظر ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن تهتم ببعض الأمور العقارية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف على المستوى العاطفي الأمور الروتينية على حسب طبيعتك بتتعامل ممكن يعني شوي هيك تتوتر أو تنزعج من تصرف معين من الحبيب فحاول قدر الإمكان تمسك أعصابك وما تنفعل أما بالنسبة للبيت السادس فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وأي شيء له علاقة بالصحة يعني تقريبا مسيطر عليه أو بكون أمر عرضي أما بالنسبة للبيت السابع فشايف على مستوى الشراك المالية والعاطفية في نوع من أنواع الحدية فهذا بسبب نوع من أنواع النفور ما بينك وبين الشريك أو ردات فعل سلبية أو حدية في الطباع أو ممكن تحسس من موقف محين يسبب فجوي ما بينك وبينه خصوصا ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فضاغط برضو فعشان هيك هذا بتطلب مصاريف زيادة وأمور مالية يعني ممكن شوي هيك يزعجك هذا الموضوع وممكن يقلق هيك على موضوع صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور برضو جيدة ممكن أنك تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة من اتصالات ومراسلات خارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في بعض المسائل اللي إلها علاقة بأوراق قانونية أو معاملات أو دراسة أو أشياء الهلاقة بالامتحانات أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور برضو جيدة على مستوى بيت السمعة فممكن اليوم تدافع عن سمعتك أو تفرض مكاني إلك أو تدافع عن موقعك بطريقة لبقة وممكن برضو يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميل في العمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فشوي كما ذكرنا يعني ببداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالصحة أو بالتغذية أو في أمور إلها علاقة بالخفاء يعني حد بتأمر عليك يعني أمور حد بيحاول أنه يستفزك بالخفاء يستغيبك فممكن أنت شوي هيك يعني تقدر أنك تكتشف هاي الأمور أو تكتشف هذا الشخص وتحط له حد برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ممكن اليوم تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ هذا الإشي يعني يعني بحذرك بس أنه ما تحاول أنك تهدد سمعتك بالخطر يعني شوي بيت السمعة ضاغط وأنت في بيت السمعة القمر موجود ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع مع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جدا بتسهل أو ممكن تكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت جاهز أنت أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور على مستوى البيت النفسي شوي بكون ضاغط فعشانك بتكون متقلب على المستوى النفسي محتد في وقت عصبي في وقت مرتبك يعني هيك في أشياء بتصير بالخفاء قاعدة أو نفسيا أنت مش مرتاح أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ممكن يصير بعض الالتزامات أو المطالبات المالية أو الدفعات لزيادة أو تظهر بعض المسائل المالية اللي تربكك خلال هذا اليوم حاول أنه بس أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات والنقاشات وممكن تهتم في أمور إلها علاقة إما بهاتف أو في سيارة أو باتصالات بأشخاص معينين أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى العائلة الأمور جيدة يعني في البيت الأمور ممتازة ممكن اليوم تنجز بعض الأعمال اللي إلها علاقة في البيت أو في العقارات أو ممكن تهتم بشأن عائلي أو في أحد أفراد العائلة أو ممكن تنجز بعض الأمور اللي كانت عالقة بالفترة الماضية أو تعمل تقارب معين بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور جيدة على المستوى العاطفي وهذا بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الأحباء وممكن مصالحة وممكن إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اللي بتعمل نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور ضاغطة عشان هيك مطلوب أعمال كثيرة عليك أو التزامات كثيرة فممكن أنه اليوم تنجز بعض الأعمال ولكن في أعمال ممكن ما تقدر تنجزها خلال هذا اليوم وحاول أنك تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراك المالي والعاطفي الأمور الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعامل على حسب طبيعتك مع شركاء المال أو شركاء العاطف اللي هم زي الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة برضو الأمر الروتيني على حسب طبيعتك وعملك ومكانتك الاجتماعية وطبيعة الوضع المالي تاعك المتطلبات المالية الزائدة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة يعني بأوراق قانونية أو معاملات أو أمور إلها علاقة اللي هي المؤسسات التعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 يعني فيه نوع من أنواع الضغط ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو ما بينك وبين أحد المعارف وهذا سبب يعني بسبب نوع من أنواع النفور أو الحدية بالطباع أو العصبية حاول أنك تسيطر على عصبيتك قدر الإمكان أما بالنسبة لبيت المتاعب فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة والأهم أنك تراقب وضعك الصحي وراحتك وتأخذ قصد كافي من الراحة برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد خلال هذا اليوم هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك تهتم بثقافة مختلفة لبعض الأمور وممكن تصير بعض الأمور اللي تشجعك اليوم للانضمام لنادي أو لجمعية أو للقاء معين أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا جيدة شيئا ما نفسيا أنت مشحون بطاقة إيجابية ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تهتم بشؤونك النفسية أو الصحية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور برضو أحسن وهذا الإشي يعني ممكن يعمل نوع من أنواع الحلول لبعض الأمور الضغطة المالية وممكن تظهر بعض الأمور اللي إلها علاقة بالضغط المالي مصريف زيادة أو متطلبات مالية حاول أنك أنت ما تصرف في مكان غير مناسب أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والنقاشات والدراسة كلها تقريبا أمور ممتازة وممكن يصير فيه تعامل جيد ما بينك وبين أخ أو جار خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع على المستوى البيت برضو الأمور جيدة تدعي من موقفك ومن مكانتك وتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أحد أفراد العائلة وممكن أنك تحل بعض المشاكل العائلية اللي كانت عالقة بالفترة الماضية وممكن تنجز أمور كان صعب أنك تنجزها برضو بالفترة الماضية لأمور بيتية أو عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي شوي الأمور يعني متقلبة بين إيجابي وسلبي طول اليوم يعني عواطفك شوي جياشي شوي تهتم بالحبيب زعلان من حبيب زعلان من مشكلة صارت ما بينك وبينه بتحاول تعمل مصالحة أو تتراجع عن قرار سابق أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وأهم شيئ أنك تهتم بشؤونك الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني ما فيه لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للتعاملك ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفة أما بالنسبة للبيت الثامن يعني تقريبا روتيني فممكن تنجز بعض الأمور المالية على حسب طبيعتك على حسب اهتماماتك يعني ممكن تظهر بعض المسائل المالية اللي شوي يكون فيه يعني نوع من أنواع الإرباك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر الأمور جيدة على مستوى بيت السمعة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميل بالعمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء برضو الأمور جيدة وهي بتدعم علاقتك بصديق معين وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل أو التعاون ما بينك أو لقاء مثلا دعوة أو حفلة أو اجتماع أما بالنسبة لبيت المتاعف وهو ممتاز جدا بيدعمك في كثير من المسائل ولكن أهم شيء أنك تترك الوسوس على الجنب ما تتوسوس ما تفكر في أمور سلبية خلي الأمور تمشي كما هي الأمور جيدة ما فيه داعي للخوف من أي شيء هذا اليوم برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة ما تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك ما تكون جارح بالكلام حاول أنك تفاوض بهدوء وبدبلوماسية كون حريص على حقوقك تتحسن الأجواء وبتحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريباً على المستوى النفسي روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بس هي أفضل من الفترة الماضية يعني تقريباً نفسيتك أحسن من الفترة الماضية رغم الضغوطات الموجودة أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ممكن تظهر بعض المسائل المالية اللي شوي تنعش وضعك أو ترتبها بشكل إيجابي أو ممكن يصير بعض الاهتمامات المالية ولكن أهم إشي أنك تحافظ على المصاريف بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد برضو بيدعمك على مستوى النقاشات والحوارات والتواصل والتنقلات وحتى الاهتمام بالمجتمع جيد جداً حتى ممكن اليوم يصير فيه تعامل خاص ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فأحسن من الأيام الماضية تقريباً اليوم فيه نوع من أنواع الانسجام أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو حل مشكلة عائلية سابقة ممكن تهتم ببعض الأعطال أو الاهتمامات العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف على المستوى العاطفي متقلب الوضع عندك ما بين إيجابي سلبي إيجابي سلبي طول اليوم فهذا الإشي بسبب لك نوع من أنواع الإرباك عاطفياً أما بالنسبة للبيت السادس فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم بجهد عالي وممكن برضو تهتم بشؤون صحية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فأنا شايف فيه أجواء إيجابية بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفي يعني ما بين الأزواج وممكن حل مشكلة كانت صعبة بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة وهذا الإشي بيعمل نوع من أنواع القدرة على التواصل الخارجي أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في بعض المسائل لأشخاص خارج البلاد وممكن تتلقى اتصال أو أمر من الخارج من شخص معين يسعدك وممكن الاهتمام ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالتعليم أو بمؤسسات تعليمية أو بيحث الأبناء أو المعارف على الدراسة أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميل بالعمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأمور تقريبا يعني شوي متقلبة على مستوى صديق معين أو معرفة أو ممكن تحتد بسبب أنه هو بيشحنك بطاقة سلبية أو بس بده يفضفض لك أو يحكي لك أو يشكي لك بس هو ما بده يسمع منك ممكن هاي النقطة بس الوحيدة اللي تظهر على الساحة خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد أحسن من الأيام الماضية فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تهتم بأمور الحلاقة بالتغذية أو بحل بعض المشاكل اللي كانت عالقة في الأيام الماضية برج القوس بوسعكم تعزيز شراكتكم سواء في العمل أو العاطفة هاي فترة صعبة بتثقل أو تثقل خلال هالهموم والمسؤوليات ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدل عالج كل التطورات بموضوعية وعصاب باردة ما تتسرع في اتخاذ القرارات أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا أحسن من الفترة الماضية فأنت مشحون بطاقة إيجابية عالية خلال هذا اليوم وممكن هذا الإشي يعمل نوع من أنواع التعزيز النفسية بقوة وإثبات مكاني عالي جدا وممكن تكون ملفت حتى للجنس الآخر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور المالية أحسن شوي فهذا الإشي بحسن وضع المالي أو حل مشكلة مالية ولكن اللي بظهر فيها نوع من أنواع المصاريف أو المتطلبات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث يعني في حدية في الطباع شوي عصبي شوي متوتر في عندك يعني بدك تدير بالك أثناء التحركات أو التنقلات من الإصابات وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور على مستوى البيت روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني تقريبا بتقدر تنجز أمورك البيتية بشكل ودي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الأمور العاطفية أو تواصل العاطفي مع حبيب أو ممكن يصير فيه حدية بالطباع بالتصرف معين أو تتحسس من موقف يعني بتصرفه الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور تقريبا يعني متقلبة برضو ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن أنه شوي تقلق بشأن صحي أو بشأن أنك أنت ما قدرت تكمل كل أعمالك أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الثامن يعني على مستوى الأمور المالية المشتركة ممكن تظهر بعض المسائل المالية اللي تكون ضغطة شوي عليك أو تسبب لك نوع من أنواع التوتر يعني بتلاقي أنه فيه التزامات زيادة أو متطلبات مالية بحاجة لصفاء ذهني عالي وأنت شوي متشوش أو عندك متشوش الأفكار خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والمواصلات والتنقلات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أو حتى امتحانات كل هالأمور جيدة أما بالنسبة لبيت السمعة برضو ممتاز بتحمي سمعتك بتدافع عن نفسك بشكل جيد جدا وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة ببعض الأشخاص اللي إلهم علاقة بمكان العمل أو بمؤسسات كبيرة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأمور تقريبا يعني منقدر نحكي متوازنة لا هي إيجابية كثير ولا هي سلبية كثير ولكن في نوع من أنواع التعامل الجيد ما بينك وبين أحد المعارف أو الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني فممكن تنجز بعض الأعمال زي ما أنت متعود ما في أي مخاطر ما في أي مخاوف عليك إلا أنه ممكن تهتم بشأن صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذر من تراجع صحي ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بتراكم كون أكثر تنظيم وأحسن إدارة الأمور اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قصد كافي من الراحة وإهدى وكون عند حسن الظن أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور النفسية أحسن يعني نفسيا أنت صحيح مرتبك شوي ولكن أنه ممكن تسيطر على هذه السلبية وتشحن حالك بطاقة إيجابية عالية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور المالية ضغطة عليك مسئوليات أو أمور مالية مربكة أو بعض الإجراءات المالية اللي ممكن تسبب لك نوع من أنواع النفور أما بالنسبة للبيت الثالث فهو روتيني تماما يعني بتناقش وبتتحرك واتصالاتك طبيعية على حسب طبيعتك ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت تقريبا برضو روتينية يعني بتتعامل على مستوى البيت بشكل طبيعي جدا العمال المطلوبة منك المشتريات التعامل أفراد العائلة بشكل روتيني ممكن تنجز كل أمورك بشكل روتيني حتى المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس يعني شوي برضو متقلب على المستوى العاطفي وهذا شوي بسبب لك نوع من أنواع الإرباك لأنه في لحظات روتيني لحظات عصبي لحظات محتد لحظات في مشاكل لحظات عاطفي الزيادة هذا شوي بسبب لك نوع من أنواع التوتر أما بالنسبة للبيت السادس يعني مثل ما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفي جيد بيدعمك شوي ممكن يصير فيه نوع من أنواع التفاهم أو التأقلم على مسألة معينة ما بينك وبين الشريك أو حل مشكلة كانت سابقة ما بينك وبين شريك المال والعاطفي أي بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فبقول لك هنا دير بالك يعني شوي فيه نوع من أنواع الإرباك المالي أو موضوع مالي شوي بسبب لك نوع من أنواع الإرباك وممكن تقلق بشأن صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في بعض المسائل القانونية أو المعاملات أو المراسلات أو حتى في أمور تعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور على مستوى البيت العاشر ضاغطة شوي بتسبب لك نوع من أنواع الإرباك فما نقول لك دير بالك ما في داعي للتهور ولا الاندفاع ولا للعصبية وممكن يصير فيه نوع من أنواع التفاهم الإيجابي ما بينك وبين زميلك في العمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء شوي يعني تقريبا متقلب خلال هذا اليوم ولكن بفتح لك بعض المجالات للتواصل مع صديق أو للفضفضة أو للقاء على مسألة معينة أو حل مشكلة كانت عالقة عندك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد جدا وهو شوي بدعمك بقوة خلال هاي الفترة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم بشؤون صحية بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنك عاطفيا ولا ماليا بتكثر التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا بتصبح الأجواء أكثر سهولة ممكن تظهر لقاءات طارئة مع الإخوة وممكن مع الحبيب قدم لهم المساعدة والدعم إذا لزم الأمر فترة ناجحة وورضو مطمئنة أما بالنسبة للبيت الأول يعني جيدة نفسيتك أحسن خلال هذا اليوم مشحونة بطاقة إيجابية عندك قدرة على حل كثير من المسائل وبرضو ملفت للانتباه للجنس الآخر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور برضو على المستوى المالي في بعض التحسن فيها ممكن تنجز بعض الأمور المالية ولكن ممكن تكثر المصاريف من جهة أخرى أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى التنقلات والاتصالات والتحركات وحتى على النقاشات جيدة وممكن تتعزز بعض القدرات اللي عندك وممكن أنت اليوم تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت فيه نوع من أنواع الضغط يعني شوي تسبب لك نوع من أنواع لإرباك ما بينك وبين أحد أفراد العائلة وممكن برضو مسألة تظهر على الساحة مشكلة نقاش حدية في الطباع أعطال اهتمامات عقاري كلها هاي ممكن يظهر أي أمر منها خلال هذا اليوم يسبب لك نوع من أنواع لإرباك أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس جيد شيئا ما فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم مش كل الأعمال وممكن يتراكم عندك بعض الأعمال وممكن تقلق بشأن صحي إليك أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكي وهذا بدعم العلاقة ما بينك وبين الشريك يمكن تعمل مصالحة أو تقارب في وجهات النظر أو حل مشكلة كانت عالقة أو تتراجع عن قرار سابق كنت متخده أما بالنسبة للبيت الثامن برضو الأمور المالية بتظهر هنا بصعوبتها وهذا بسبب لك نوع من أنواع الإرباك الحاجة المالية والضغط المالي أنت من طبيعة الدلو ما بيتحمل الضغط المالي دائما بحاول يجد الحلول لكن الفترة هاي شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة بتحتاجها الصبر الفترة القادمة ممكن تساعدك وممكن اليوم تظهر بعض المسائل اللي تساعدك في هاي الأمور أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في بعض المسائل القانونية أو المعاملات أو إنجاز معاملة كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد فممكن تنجز بعض الأمور بالتعاون مع زميل أو معرفة أو علاقة معينة وممكن اليوم تحل مسألة يعني شوي كانت مربكة بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايف الأجواء تقريبا إيجابية ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين صديق معين أو معرفة يعني مواسطة لحل مشكلة معينة أو لموضوع معين أو لوظيفة أو لا يتواسط ما بينك وبين أشخاص لحل إشي معين برضو اليوم إيجابي أما بالنسبة للبيت المتاعب الجيد بيدعمك فعشان هيك ممكن تنجز كثير من الأعمال خلال هذا اليوم وممكن تهتم بشؤون صحية أو تغذية أو أمور إلها علاقة بالرياضة أو بالحركة أو بالفيتامينات أو المكملات الغذائية برج الحوت بتنهمكوا بأمور إلها صلاة بالبيت والعائلة أهم شنك ما تتهرب من المسؤوليات حتى ولو كثرت نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير ما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو قلق حول مسألة شخصية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور المتقلبة على المستوى النفسي خلال هذا اليوم يعني مرات إيجابي مرات سلبي مرات محتد مرات يعني في تقلبات نفسية موجودة عندك حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وتتجاوز هاي الشحنات السلبية اللي موجودة حواليك أما بالنسبة للبيت الثاني يعني على المستوى المالي ممكن تلوح بعض الفرص المالية اللي بتجيك يا إما من عمل إضافي يا دعم مالي يا مساعدات يا هبات يا هدايا يا أشياء من هذا القبيل أهمي شأنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فجيدة على مستوى التنقلات والاتصالات وممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا اليوم وممكن تبرع حتى في أمور المناقشة والحوار والدراسة الامتحانات التنقلات التليفونات كلها هاي الأمور يعني تقريبا بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت الرابع زي ما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس يعني ما زالت الأمور متقلبة على المستوى العاطفي ما بين إيجابي وسلبي حدية رخاء مصالحة أي ضغط بتتحسس بيتحسس الحبيب يعني هذا الأمر مرهق بالنسبة لإلك لأنه أنت عاطفي زيادة عن اللزوم فلما يصير إرباك في البيت العاطفي هذا بسبب لك نوع من أنواع الإزعاج حاول إنك تتجاوز هاي السلبية وتشحن حالك بطاقة إيجابية عشان تقدر إنك تمشي باقي البيوت بشكل ممتاز أما بالنسبة للبيت السادس يعني ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال اليوم ممكن يعني شوي يصير فيه نوع من أنواع الضغط المالي أو الضغط في مسائل العمل يعني تقسم إشي مهم وإشي مش مهم وإشي بحدين وتأجل هذا التأجيل ممكن يسبب لك إرباك في الفترة القادمة حاول إنك تنجز أمورك وما تخلي الأعمال تتراكم عندك ممكن تقلق بشأن صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور تقريبا جيدة وهذا بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفة ممكن تتراجعوا عن قرار سابق وممكن تحلوا مشكلة كانت عالقة عندكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور برضو يعني الأمور المالية بتظهر على الساحة بطريقة أخرى له الأموال المشتركة يا أمور إلها علاقة بأموال ما بتعود لك يا إما ديون بتحاول الطالب فيها وبتتأجل وبترتفض يا إما التزامات زيادة بتظهر على الساحة أما بالنسبة للبيت التاسع فهي جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق أو معاملات قانونية أو مؤسسات تعليمية أو الدراسة أو البحوث أو الاهتمام بلغة جديدة أو ثقافة جديدة أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد برضو على مستوى بيت السمعة ممكن تدافع عن سمعتك بشراسة خلال هذا اليوم بتثبت جدارتك أمام الجميع وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين زميل بالعمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء ممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالتعاون مع زميل أو صديق أو ممكن يصير فيه لقاء معين ما بينك وبين زميل أو دعوة لحفلة مناسبة اجتماع لقاء زيارة أشياء من هذا القبيل ولكن حاول أنك أنت ما تخلي عصبيتك أو حديتك من انتقاد البعض لإلك يسبب فجوة أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تهتم بشؤون لها علاقة بالصحة بالتغذية بالأدوية بالراحة بأمور من هذا القبيل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء